لكن خليني أسألك عن الحكومة الحالية وما تواجهه من تحديات على اعتبار أنه بعض القرارات هناك من يعتبرها أنها قد تكون مقدمة لمواجهة خطر كبير أمام هذه الحكومة كقضية أسعار البنزين لا خلينا احنا استدريد عن الأسعار البنزين حتى بعدين بداية امتاعات شعبية هي خلينا وضحها بشكل واضح ساد علي أولا وأنا ما رح أنسى السؤال أولا أعتقد أنه ما بقى الدولة بالعالم تدعم أسعار البنزين حتى الدول المنتجة للنفط شو الواضح أنا أسأل الأصدقاء في دول الخليج هناك تصاعد في أسعار النفط وأنا أعتقد هذا شيء طبيعي لأن الدورة الاقتصادية تتطلب أن على الأقل أن تكون الخدمة المقدمة السلعة المقدمة بما يوازي كلفتها بمعنى أنه ما يكون أقل من هذا ثانيا نحن نتحدث عن دول تريد تنويع مصادر الدخل ويجب أن يكون العراق ما معقولة العراق يظل دولة اليوم الموظف والعامل والخدمات الصحية والخدمات والبناء هذه كلها تريد مصاريف ما معقولة هذه كلها تظل معلقة بإرادات النفط والظل 97 بين 93 إلى 97% من الموازنة على إرادات النفط أي فترة تأتي ينخفض سعر النفط هذه الكلة تظل معلقة فإحنا لازم حتى نحمي الموظف ونحمي الخدمات الصحية ونحمي البناء التحتية لازم نذهب إلى قرارات تمسنا كلنا وتغير مصادر الدخل أو تنوع مصادر الدخل على أن تقدم خدمات بأعلى درجة لكننا نحن 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 نقدم خدمات جميعنا دولة لازمنا فساد بالتأكيد لازمنا ترهل لازمنا بيروقراطية لازمنا لا يدافع لازمنا عملية تصحية فيه أسعار البنزين الآن زائد أرجع لك الدول الغنية والدول الأوروبية التي طبعا تفرض ضريبة تصاعدية على السيارات وعلى أسعار الوقود حتى تحد من استخدام يعني أنت بلندن مجرد دخول للندن 8 باون الوقوف 6 باون للساعة صار هناك نوع من المحاربة لاستخدام السيارات حتى يوديك الى وزاعة للنقل العام حتى يحفظ البيئة ويقلل الانبعاثات الغازية وايضا يحافظ على المدن السكان العالم يتكاثرون استخدام السيارة يتكاثرون وبالتالي النموذج الامريكي او الخليجي انه كل بيت بيه سيارة وكل واحد بالبيت عنده سيارة هاي ممكن تصير بالسبعينات ممكن تصير بالثمانينات بصراحة ما صار لها مقام بالعالم اليوم في المانيا وفي فرنسا وفي امريكا وفي كل مكان هناك ذرائب على السيارات وعلى استخدام السيارات وهناك ذرائب على الوقود وبالنتيجة هاي الدول تسوي ايراد هذا اليراد تنطي سوشال سيكوريتي تنطي خدمات صحة اللي صار احنا عدنا باليراد انه احنا ممكن من شننا 15 20 30 مليون مخالف ويرادات النفط تكفينا ماشين نبيع نفط ونصرف على كل الناس الدولة والناس لكن اليوم بكل صراحة سعار النفط بعد بدأت تكفينا احنا رح نظل في خطر ايه بس يخطر ما موت صارح الناس في هذه القضاء حتى بالاضافة الانه انه انا لازم امشي بالمبدأ الاقتصادي اللي تتبع دول عالم حتى اعدد حتى احارب استخدام السيارة ما خلي واحد يروح يفطر بالسيارة ما خلي رينج روفر او جي كلاس بربع مئة الف او ثلاثمئة الف دولار ويوميا يصرف لتان كيام بنزين وبالاسعاف والموظف من يريد يروح يمشي ما يلقى يعني لازم هذا اقلي جراء هذا الاستخدام يدفع فلوس ثانيا خليني احكي لك هسا بلغة الارقام العراق يستهلك من 28 مليون لتر شتاء الى 30 32 لتر بنزين توتالي صيفا من ضمنها احنا عدنا عدنا ثلاثة انواع من البنزين عدنا العادي الاوكتان 85 والمحسن الاوكتان 90 يفترض والاوكتان 95 اللي هو الممتاز العادي اللي هو يشكل حوالي 80 بالمية من الاستخدام بعد نفسه بنفس السعر 450 وهذا بصراحة علي عن تجربة اتحدث وليس دفاعا عن الحكومة انا دافع عن مبدأ الاقتصاد العام ونجاح الدولة زين انا اطلع من بغداد الى البصرة اخلي عادي اخلي تمشي سيارتي بي مرتاحة سيارة فيو الانجكشن حديثة متعاني اي مشاكل لانه العادي مال المحط المصافي العراقية جيد جدا مشكلتي اوين يصير مشكلتي انا ادعم الاقتان 90 والاقتان 95 من 450 الى 500 دينار باللتر هذا ظلم هذا ما ياخذ الفقير لا تصدق بهذه القبة ابدا يقول لك تضرر مسائف تكسيري يغير محسن مسائف تكسيري يغير محسن ابدا والله ما عليك بالحيش خلينا اكمل لك خلينا اكمل لك حصل اليوم قبل اتكمل حتى النار حسين مونيس لانه هاني ريتها توصل رسالة للناس ما مقطوعة والله ما بيني وبيان الناس انه هاي الرسالة صحيحة زين اكو اطراف سياسية وكو ناس الدولة مستعد يتفعل ابو المولدة 300 الف دينار بالشهر وما مستعد يتفعل الدولة 25 الف يقول لك لين هذي يقدم لي خدمات يقول لك يسلم خدمك خليها تقدم خلي حشي لك بلغة الارقام اللي يستخدمون البنزين المحسن من العراقيين اقل من 10 بالمية خلينا نقول 12 يكلفنا بالضبط يكلفنا من 2 مليون شتاء الى 4 مليون سيفل هاي رقم وزارة النبو هاي رقم حقيقية ما عليها بحد اهنا وين صارت هذي تكلف الاقتصاد من 23 كلفتنا 2 مليار دولار في حكومة الكاظمي ملي انه في حكومة الكاظمي يعني رياها كلفتنا اعلى رقم نوصل دعم البنزين في 2022 كلفنا 5 مليار و 300 مليون دولار دعم وقت خلينا كمل علي خلينا كمل حوف حوف سلوب العراقين هاي مهم أنا هناك شويت هذه علي ركزوا إياي هاي المليارين أنا أدفعها لبالرانج روفر والجي كلاس وأدفعها لبراهيم السميدة وعلي اللي معدل دخلة أكثر من الفين دولار والله هي حرام أنا مو ملياردير بس حرام هذه أخذها من عندي ومن عندك ومن الطبقة الوسطى والطبقة الغنية لازم أوديها أوفر بها أدوية تعال إذا أكو أدوية مزمنة ما موجودة على أبو الدولة لأبو الحكومة اللي ما تجيبها هذا القرار لسالح المواطن مليون بالمية بعدين أكو شغلة لازم يعرفها المواطن العراقي هذه المليارين دولار المليونية اللتر يوميا اللي أربعة صيفا يوميا من تمشي من بغداد باتجاه أربيل وباتجاه سليمانيا وبصلاح الدين هذه كلها لأنه أكو بلد واحد بسعر ينبانزين أبو ما راح تشعر حكومة الأقليم أهل المحطة يأخذون الحصص أسماء المحسن يبيعونها الكردستان أو يخلطونها بعادي سيئ جدا ويبيعون لك يا على أساس محسن لذلك انت ذا تشد تفول ببلد وبالموصل وبصلاح الدين وبأربيل محسن يدق عندك يسمونها العراقيين ويأذيلي أنه يغشونه يحطون للون ويغذونه أنا اللي اريد تحكي الكيات فما طول ما طول أكو سعريا للبانزين ببلد واحد لازم اتوحده لأنه تشذب تشذب ما عندك محسن ما عندك ممتاز الحكومة تستحي حتى في بغداد ما عندك محسن تشذب دينغاش أنا بنزين خانة وحدة بنزين خانة وحدة أروح أفول بها أدري بيأمالة المطار أنا فوت للمطار بس مال المطار منا فول بيه ما يدق عندي يعني بالمرحلة الجاي المحسن رح يكون محسن حقيقي رح يكون مؤمن خلاص لأنه ما يتهرب هذه ما حالي يستخدمها هاي الناس اللي قبت عليها لو ضد النظام أنا ما دع خل صير انت عارض النظام من حقك لو ضد الحكومة وهم من حقك زين هسا أنت أين كانت توجه بس أنت ما مستخدم هذا هذا دا يروح يتهرب وينباع وينغش فليش سويتوا النهاية الهوسة هسا احنا حيثنا كل المبادئ أبدا أبدا